أمت الله من الإمارات تقول أنا طالبة جامعية بحكم الوضع مرات يصير عندنا فترات راحة بين المحاضرات أو عيادات مثلا وحيانا أنا وصديقاتي يقولوني نحب نطلع خارج الجامع عشان الأكل وننبسط شوي مع بعض وأنا بالعادة إذا رجعت البيت أخبر ماما بس ومرات وأنا راجع البيت أخبرها صراحة وما أخبر أبي لأن أبي كثير ما يحب مثل هذه القصص ويعمل مشاكل وشيء من هذا القبيل هل علي إثم أختي أمت الله وبنت أمت الله بارك الله فيك أولا بالنسبة لوالديك وضعوا الثقة فيك كاملا وبعثوك للجامع وهم مطمئنين على أنك ذهبت للتعلم و للدراسة و حتى تبدعين تتخرجين ثم يرزكك الله عز وجل بوظيفة ولذلك والديك مطمئنين منك و واثقين خاصة و أن ربك تربية صحيحة بدليل أنك سألت و هذا أكبر دليل على أنك أنت متربية تربية صحيحة هذا الأمر الأول أمر الثاني لا يجوز لك يا ابنتي الله بارك فيك أن تخرجي خارج حرم الجامعة للأسواق أو للمقاهي أو للتمشيات من دون علم والديك و لذلك إذا أردت أن تخرجي احذري أن تخرجي و الوالد لا يعرف عنك يجب عليك أن تخبر الوالد و أن تكون صريحة معه و أن تكون علاقتك بوالدك شفافة تخبرين بكل شيء لماذا لأنه مطمئن هو الآن واثق فيك لو اكتشف مثلا ستفقدين هذه الثقة و زيدي على ذلك هذا من العقوق هذا من عدم البر أنك الآن ما تخبرين الوالد بهذه الأمور إذا كان غيرك يصلح له الخروج أو ما عنده مشكلة أنت ما يصلح لك و لذلك أي بنت متربية لا يجوز لها أن تقلد بقية البنات بالخطأ يجب أن تكون هي القدوة كان المفترض عليك تقولين لا ما نخرج لأن نحن أهلنا و أثق فينا و نحن في حرم الجامعة ما أخرج تخرجون مع السلامة أما أنا لا و هم الآن يرونك قدوة يرونك قدوة أما قضية والله يقلد بالخير و الشر و بالصح و الغلط هذه إمعة بين قوسين و ما يصرح المسلم أن يكون إمعة يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت و إن أساء و أسأت و ما تدرين يا ابنتي لو خرجت و حصل مشكلة أو شيء ممكن هذا يقضي على والدك ممكن يعني يصاب بجلطة يصاب بمرض تكونين أنت السبب و تبقى عقدة في نفسك تحملينها إلى أن تموت إلى أن تموت و حصرت حوادث كثيرة و لذلك بنتي بارك الله فيك أنت أمام خيارين الخيار الأول ما تخرجين أبداً الجامعة محاضرات الفترة الراحة بين المحاضرات أقضيها بقراءة القرآن أقضيها بذكر الله أقضيها بمراجعة المساقات اللي عندك في الجامعة سواء كانت كليت الطب ولا هندس ولا أي شيء أراجع و أنت في الأمر الثاني تخبرين والديك تقولين والله أنا أحياناً يحصل كذا و كذا تسمح لي يا أبي إذا قال نعم أسمح لك الحمد لله قال ما أسمح لك ما يجوز بارك الله فيك